تُطْنِي عُمْرَكَ لَهِثًا تَجْرِي فِي الدُّنْيَا تَدُورُ وَاللَّهُ تَكَفَّلَ لِغِرَاسِكَ رِزْقًا مَقْدُورُ والله على كل شيء شهيد كلمات قالها الله عز وجل في سورة البروج تلكم الصورة التي قص الله عز وجل علينا فيها أكبر هولوكست وأعظم محرقة في تاريخ البشرية تمت في حق المؤمنين هذه المحرقة التي فعلا هذا الملك الظالم عندما آمن شعبه بالله العزيز الحميد فأمر جنده بأن يخد الأخاديد في الأرض ويضرم فيها النيران ومن أبى على الإيمان فيقذفوه في النار والله على كل شيء شهيد والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود في هذه الصورة تكرر لفظ الشهادة أربع مرات كلمة شهدة ومشتقاتها تكررت أربع مرات وشاهد ومشهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود والله على كل شيء شهيد وشاهد كل شاهد سيشهد يوم القيامة على هذه الجرائم التي ارتكبت في حق المجرمين أول الشهود الأرض التي عذبوا عليها المؤمنين واتهدوهم وحرقوهم ستشهد عليهم يوم القيامة ثاني الشهود جوارحهم التي بشروا بها سليم التعذيب وعذبوا بها المؤمنين ستشهد عليهم يوم القيامة ثالث الشهود هم سيشهدون على بعضهم البعض الأتباع يشهدون على المتبوعين والمتبوعون يتبرؤون من الأتباع الملائكة الحفظة الكرام سيشهدون عليهم الرسل والأنبياء سيشهدون عليهم بل إن جوارحهم تشهد عليهم والله على كل شيء شهيد فالله من أسمائه الشهيد هذا هو الشاهد ثانيا ومشهود المشهود هو مسارح الجريمة مسارح الجرائم التي ارتكبت المذابح والمحارط وكل الجرائم التي ارتكبت التي حاولوا تمصها التي حاولوا تزييف الحقائق التي حاولوا الكذب والتدليس من أجل أن يظهروا أمام الرأي العام ويستجنبوا تعاطف الرأي العام وطمسوا الحقائق قطعوا النت لكي لا يشهدهم أحد وطردوا الصحفيين والمراصلين لكي لا ينقل صورتهم أحد وظنوا أن ذلك لم يحفظ ولم يكتب عليهم ومشهود ومشهود هي مسارح الجرائم التي ارتكبت هي المذابح والمحارط وكل هذه الجرائم التي ارتكبت التي حاول أهل الباطل وحاول اليهود وحاول المجرمون أن يطمصوها وأن يلغوها من السجلات أن يزيفوا الحقائق وأن يكذبوا وأن يذلسوا على الرأي العام لكي يظهروا بصورة جميلة ولكي يظهروا بصورة ممسكنة أمام الناس لكي يتعاطف معهم هذا المجتمع الدولي المنافق ويتعاطفون معهم باسم معادات السامية إلى آخره ومشهود كل جريمة التي ارتكبت مشهودة عليهم ربنا بيقولهم كل لحظة تعذيب عذبتم بها مؤمن من المؤمنين في سجن أو في معتقل من المعتقلات ولم يره أحد مشهودة عند الله عز وجل كل جثة فحمت ومعرفناش نوصل لصحيبها مين مشهودة عند الله عز وجل كل واحد فقت تحت الأنقاض ولحد الآن ما خرجش من تحت الأنقاض مشهودة عند الله عز وجل مسارح الجرائم دي اللي حاولتوا تطمسوها وتزيفوها إنكم فصلتوا النتة عن العالم عن أهل غزة وعن كل مكان الطوض في المؤمنين حاولوا أنهم يطمسوا الحقائق ويطردوا للصحفيين والمرسلين عشان الصورة الحقيقة ما توصلش الله عز وجل يقول ومشهود كل ذلك مشهود ومسجل عليهم صوت وصورة وشاهد ومشهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ولكن قبل ما أتكلم عن شهود أتكلم عن النار ذات الوقود النار اللي أوقضوها النار ذات الوقود النار ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف هذه النار لم يقل النار ذات اللهب وإنما قال النار ذات الوقود ربنا وصف لنا حجم النار اللي عملوها وحجم المحرقة اللي عملوها من حجم الوقود اللي كانوا بيمدوا بها هذه النار النار التي لا تخمد لها بها لأن وقودها لا ينفذ ودائمة الاتقاد النار لذات الوقود دي بتفكرني بالامريكان لعنهم الله في بداية العدوان على غزة لما قالوا هنفتح خطوط خطوط امداد جوي وهنفتح القواعد البحرية والقواعد الحربية وكل المعدات في سبيل ان خلاص اليهود ما يحملوش هم الوقود اليهود ما يحملوش هم الوقود ما يحملوش هم القزائف انها تخلص ولا الصواريخ انها تنتهي ولا يحملو هم المعدات انها تنفذ خطوط انتاج وخطوط امداد ممتدة امداد يومي على مدار 24 ساعة من اجل ان لا يحملو هم قتل هاد المقتل المؤمنين بيقولوا مقتلوا ما كنش دعوة واحنا هممدوكم بكل اشكال وكل انواع الصواريخ والقنابل الى الاخير النار ذات الوقود نار الشهوات والشبهات التي اوقضها اهل الباطل للصد عن سبيل الله عز وجل ولفتنة المؤمنين الاف البرامج والاف المسلسلات والاف الاف الافلام من اجل تشويه صورة الدين الاف المواقع والاف الشبهات من اجل صد الناس عن هذا الدين الله عز وجل قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود مش وهم على حرقهم للمؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يفعلون ده يعني ايه فعله مدارع مدارع يعني ايه اول حاجة من يفيدن استمرار الفعل ده حصل يعني هم على ما فعلوا كلمتوقع هم على ما فعلوا بالمؤمنين لأن القصة حصلت في الماضي منذ أكثر من ألفين سنة ولكن ربنا أجاب لك فعلي إيه يفعلون يعني مضارع مستمر وكأن ده باستمرار معركة الحق وباطل مستمرة لأن أهل الباطل عرفين أن أهل الحق لو سبوهم سيستفيقوا وإذا فاكوا لن يقدروا عليهم فعشان كده إيه يفعلون باستمرار وتاني حاجة ربنا أقول لك يفعلون إن الصورة تبقى حضرة في ذهنك تبقى مستحضر لهذه اللحظات ولهذا الاضطهاد ولهذه المحارق ما تتنساش وما تتنحش من ذهنك أبرا أيها المؤمن لكي تزداد عداوة لهؤلاء المجرمين ولكي تزداد تمسكا بدينك زي ما ربنا بيقول النار ذات الوقود دائمة لاتقاد باستمرار بيقودوها فربنا بقول أن الناس دي بتبزل قد إيه الناس دي بتضحي قد إيه الناس دي بتصرف قد إيه بتنفق قد إيه فسيينفقوناها عشان مغارحنا وعشان نبذل وعشان نضحي من أجل ما نحن عليهم من الحق إذا كان أهل الباطل بيضحوا وبيبذلوا وبينفقوا من أجل بطلهم فنحن أولى بذلك وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يفعلون على ما يفعلون يعني إيه مش على حرقهم لعلى ما يفعلون ربنا بيصور لك كل لحظة من أول ما أبضوا على المؤمنين وبعد كده قيدوهم وبعد كده زجوهم وحشنوهم إلى النار بالضرب وبالإهانة وبالزحف وبكل وسائل التعذيب لحد ما وقفوهم على النار وهم بيرموهم في النار وهم على ما يفعلون يفعلون ربنا صورنا كل مشهد بمشاهد التعذيب اللي عملوها من أول من أول ما أبض عنهم لحد بقلقوهم في النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود شهدوا ده بعينيهم وين مغمضوش عنهم والحاجة كانوا مقفينوا باستمتعوا بهذه المحارق وبهذه الجسس وبجسس الأطفال اللي ماتت وتحللت أجسادهم في مستشفى النصر وبجسس اللي اتقطاعت واللي اتضمرت هم على ما يفعلون بالمؤمنين يا شهود شهود دي فيها تلات معاني أول حاجة شهود إن هم يشهدوا البعض في الدنيا قدام الملك قدام رئيس الوزراء بتاعهم القادة بيشهدوا للجنود اللي تحتهم إن محدش أثر إن كل قام بواجبه والجنود بيشهدوا للقادة عشان يضمنوا محدش يتهاون في هذه المعركة الحاجة التانية شهود وما على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي أنهم سيشهدون على بعضهم البعض أمام الله في المحاكمة في يوم القيامة الأتباع يشهدون على المتبوعين والمتبوعون يتبرؤون من الأتباع تاني الحاجة شهود أي أن جوارحهم ستشهد عليهم أمام الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم والله على كل شيء شهيد أخر حاجة والله على كل شيء شهيد الشهيد سبحانه وتعالى سبحانه لم يغب عن سمعه وبصره ما حدث سبحانه وتعالى وما كنا غائبين سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سبحانه وما الله بغافل عما تعملون سبحانه فكل ما وقع في كونه وقع لأنه أراده يعني ما فيش حاجة بتحصل وربنا مش شايفة سبحانه وتعالى ما اللي بيحصل في غزة ده لم يغب عن سمع الله ولم يغب عن بصر الله ولم يغب عن شهادة الله والله على كل شيء شهيد دي فيها رسلتين أول حاجة رسالة لأهل الإيمان للمؤمنين اللي فقدوا أهليهم للمؤمنين اللي استشهدوا للمؤمنين اللي قطعوا للمؤمنين اللي اتطهدوا للمؤمنين اللي حركوا ربنا بيقول لهم ما تخافوش أنا شفت كل اللي حصل ما تخافش هجيب لك حقك إن ما كانش في الدنيا يوم القيامة هجيب لك حقك وستجد حقك الحاجة التانية ما تخافش هعوضك عن كل حاجة خسرتها هعوضك عن روح الروحة لخسرتها هعوضك عن أهلك وعن أولادك اللي خسرتهم اللي فقدتهم في الدنيا هم أنت مخسرتهمش ولا حاجة لا أدن هعوضك في الأخرة وسأزمعك معهم في الدنيا ستجدوا عوض الله عز وجل يبقى أول حاجة والله أقول لشان شهيد درسالة تطمين للمؤمنين ربنا بقولون ما تخافوش هجيب لكم حقكم وما تخافوش هعوضكم هعوضك عن كل حاجة فقدتوها وعن كل حاجة خسرتوها في الدنيا لأن لسه فيه لسه في حلقة تانية لسه فيه آخرة لسه فيه خالدين فيها أبدا لسه فيه جنات لسه فيه نار عضا الله عز وجل لمن حرقوكم ولمن عذبوكم والله على كل شيء شديد درسالة تهديد لأهل الباطل لسانة تهديد لليهود لسانة تهديد للمجرمين ربنا بيقول لهم مهما حاولتم من طمص الحقائق مهما حاولتم من تزييف والكذب والتدليس على الرأي العام مهما حاولتم من طمص مسارح الجرائم الله على كل شيء شهيد كل شيء فعلتوه الله شهده سبحانه وتعالى وكل شيء مسجل عليكم صوت وصورة وسيشهد عليكم يوم القيامة والله على كل شيء شهيد تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور